بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في فيديو جديد تعالوا بينا النهاردة في الفيديو ده اكلمك على مكيج حلوة جدا وسهلة وسريعة هي السلاجبل او من نسباتي دي خاصة بسلاجبل لو انت ما تكتش تعرف ايه هي السلاجل ايه هي السلاجز اصلا او ازاي بتشتغل او ايه فكرتها او ليه بعملها او كلام ده كله هقول لك ازاي تعمل ده وهشرح لك بيها كل تفاصيل خالص من بداياتا من انك متعرفش اي حاجة خالصة عن الاسلوج وهقول لك الباكت جديد تعمل ازاي وهتشتغل بيها ازاي هتوفر عليك كتير جدا جدا تابع معا الفيديو للاخر تعالوا بينا كده ناخدها واحدة واحدة كده وبراحة خالص من غير ما تصعب الامور على نفسك اول سؤال لازم تسأله نفسك هو ايه السلوج دي ايه هي السلوج تمام تعالوا بينا اقول لك دلوقتي انا عندي موقع زي اللي قدامي ده تمام الموقع ده بعرض فيه مثلا صفحة الشركة فاسم الشركة دي المفروض ان انا كنت بكتبه اقول له company سلاش مثلا ال company id اللي هي ال id بتاحها رقم واحد او رقم عشر او رقم كذا او رقم كذا دي طريقة صحة ما هيش غلط تمام بس لما اجي اعرض وعلشان search engine optimization اللي هو السيو ما يمفعش ان انا حطلك ال id كده وفي نفس الوقت بما ان ال id ده رقم حساس شوية في بتاعتك يبقى انت مفروض ما تحطهوش طيب ايه البديل البديل بتاعك مسلا حاجة من الحاجات انك تحط يو يو اي دي مش تمام ادي حاجة بس ده مش هيفيدك اصلا في موضوع زي السيل طب ايه اللي عندك يا محمود الفكرة دلوقتي كلها ايه رأيك لو جينا استبدلنا ال id ده هوت وحطينا اسم الشركة يعني قلت لك مسلا على مسلا اسمها واحد مسلا اي حاجة كده انا عايز اعمل كده لي بقى علشان ده بيفرق معي في يبقى دي رقم واحد طيب جميع هو انا ينفع اعمل ده او ينفع اعمل ده من غير او ينفع تعمل من غير فاكر قبل كده في حلقة ال روتينج لما جيناенных تكلمنا واقلنا انه وجدت شكل اسمها المودي Low seab المعناها انها نبحق الموديل في URL في الخغزانة التجمال Cool فلو جيت هنا كده عند صف Deixa We hack the panel الدايج الى وانزلت هنا تحت شكل اسمها استمردي الراوت موديل اللي soft الراوت موديل بايند bisa في الراوت موديل بايندينج ده لما كنت باقوله الراوت موديل وبايندينج ده لما كنت باع بهзئ وادريب قبلك الى آيديه犯 الراوتينج ده خلاص بيستقبل منك يوزر اهوت زي ما انت شايف كان لنا كبارها لك كده اهو بيستقبل منك يوزر الموديل الاسم يوزر واللي هو الدولار ساين يوزر طب جميل وكده بنقان عليه هو واخد القيمة الديفولت بتاعتك ان اليوزر ده هوت بيبقى الاي دي بتاع المستخدم بتاعك طيب هل ينفع غيره اه ينفع تغيره ايه رأيك لو جينا نزالنا كده تحت شوية زي دي قالك ايه قالك انا عمل بوستس دلوقتي سلاش هحطله البوست بس مش هحطله bopes محط له chega بس ده مش هحطله الاي دي ده انا هحطله فلد تاني خالص يعني ايه فلد تاني تعال اهديك مسات انا دلوقتي عندي في الجدول في Yukimo ده 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 الجدولульumbic� personnes هذه pathwaysه عندي مقالات فانا مش هحط رقم الاي د democrats دي انا عزة اسم المقال ليه علشان سيئة الصح sobre seviyako despöl يابتك في غيرabilمه بسهولة فانا عزا حط له الستيبوت فى بقول له هنا هوت هتلي الارتكل اللي منها اللي هي الفيلد اللي اسمه او او تمام وبعد ما يحصل كده ينفع انما لازم اروح بقى بعد كده على بتاعي تمام هنزل كده تحمعك تحت شوية بص كده فين 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 تمام بزبط اده هوت بروح هنا كده على راود بتاعي هوت وبديله الفانكشن ده الفانكشن ده اللي هو ايه بقوله الراود اعمل لي بايند لليوزر هيجي لك منه الفاليو ده هي رجع لي بقى اليوزر بس مش بالايد لأ بقولك رجع لي اليوزر اللي الاسم بتاعه بالفاليو دي تمام او نفس المسال اللي انا كنتبه كلمك عليه في جدول الارتكلز بالنسبة لك هقوله رجع لي الارتكلز اللي بتاعها بيساوي كده فيهمت كده يبقى ده فكرة انت ينفع تعمل الحركة دي اصلا وينفع تعمل الاسلاج من غير ما ترجع للباكج اصلا وتبقى انت كده استفدت بس خلينا بقى مع بعض كده واحدة واحدة كده ايه رأيك لو الاسم بتاعي بالشكل ده وكان فيه مسافات المسافات دي مش هينفع تشتغل كده ليه لان المسافات اوريدي لما بتظهر بتظهر لك يعني علامات كده اللي هي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ كده لو افهم علامات نسبة بمية في المية وحاجات بشكل ده يعني حاجة حاجة شبيهة بالحروف دي بالكاراكترز دي وده غلط طيب ايه الحل الحل دلوقتي ان انا لازم مدها علشان يكون في السيرش انجين صح يكون شغال لازم افصلوه بمسافة مسلا تمام ده بناء على السيرش انجين هيقول لك ايه وهو هيشتغل ازاي يبقى المفروض ان انت قبل ما تعمل ده لازم خلي بالك لازم برضو ترجع وتشتغل تبدأ تعمل هندل للمسألة ده هي انه كل الفواصل انت تاخدها وتلغيها وتحاولها لده طيب من نسباتي بقى عمل هي هتقوم لك بليلة دي كلها اخدت منك كل تفاصيل اللي انت مش محتاج انك تعرفها بس انا حبيت برضو في الفيديو ان انا اقول لك ازاي ممكن ما تعتميتش عالباكتج اصلا ممكن انت تعملها بنفسك تمام دي مش حاجة صعبة بس هي فكرة فعلا ان الباكتج هتسهل عليك كتير جدا جدا تعال اقول الباكتج دلوقتي هتعمل ايه الباكتج كل اللي هي هتعمله ان هي انت دلوقتي عندك موديل زي الارتكل اللي احنا بنتكلم عليه ده هتاخد منك عنوان او طايتل او اسم زي ما انت تتحدد تمام وتبدأ تحوله وتبدأ تعملك منه نسخة كده بطريقة معينة ويبق اسمه يعني وتخزيه لك في تاني خالص تمام مش فاهم محمول لا تعالوا بينا بقى كده ندخل على الباكتج واحدة كده ونفهم انا هنا لو رحت على كده الموقع بتاعهم وكتبت بس تمام هيطلع لي فيه حاجة اسمها تعالوا بينا ندخل على بتاعه ونشوفه قال لك اول حاجة قال لك اخوات مفقوش اي مشكلة ما عندكش مشكلة بتشتغل تبع تمام بتشتغل تبع الموديل يبقى لازم اخلي الموديل منها او يخلي الموديل يستخدم بتاعها ازاي لو انا جيت هنا على الكوت بتاعي دلوقتي خليني اكبر لك كده انت كده شايف اهوات ما عندكش مشكلة انا رحت دلوقتي على الموديل اللي اسمه اهوات خليته بس يستخدم يوز هذا ده عادي مفقوش اي مشكلة خالص ولازم تعمله هنا طبعا لازم تعمله اه اليوز في بتاعه طيب جميل ايه اللي بقى هيحصل عندي قال لك بعد كده لازم يبقى عندك في لازم تخزن فيه ده تمام فانا هنا امتج جاي بعد ما عملت جدول الارتكل عملت اه اه تاني وخليت فيه الخانة اللي اسمها ده تمام وخليتها في الاخر خالص اهوت عشان تبقى انت شايف ماشي الاسلاك بقى كل الفكرة بتاعت الباكيج انه هيعملي هياخد الطايتل او هياخد الماسج او هياخد الفيلد الكولة من اللي انت عايزه ايا ان كان اللي انت هتقوله له فانا بالنسبالي رقم واحد انا محتاج ازهر الطايتل بتاع المقالة دي فهياخد منها نسخة ويبتدي يشتغل عليها ويبدأ يحولها لك ويعملها لك واحدة مشابهة لها كده زي ما انت شايف وتكون عبارة عن سلاج وهو بقى هيهمدل بقية القضية ان انت طالما كتبت الاسلاك خلاص شكرا ما عندكش اي مشكلة خالص انت اصلا في الباكيج ان ده مش هتكتب حاجة ده هو هيقوم لك بالموال كله على بعض طيب بعد ما عملت كده كل الفكرة لازم هتحط له هنا فانكشن نهيات بتقول له جيت اسلاك اوبشنز وان عايز الاسلاك اوبشنز دي وبعمل له هنا بعمل له انتجريت للاسلاك اوبشنز دي وبرضه باستخدمها فوق في 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 تمام؟ وبقول له اعمل لي والله اسلاك كاريت لواحد هتكاريته من بيقول لك انا اعمل لك من الاسم ده هو التايتل ده هو الاسم اللي موجود في في الديتا بيس انا دلوقتي عايز اعمل من التايتل فبقول له اعمل لي من التايتل وخزنهولي في خزنهولي في في الكولم او في اللي اسمه تمام؟ وخلصت على كده والله فعلا او والله خلصت على كده بس ما تنساش حاجة لازم تحط له هنا فانكشن تانية تقول له يعني اي هيبقى موجود في الراود يخص الموديل ده مش هستعمل في الاي دي لأ ده انا هستعمل في الفيلد اللي اسمه يبقى الفيلد اللي انت بتستخدمه هنا هو هو نفس الفيلد اللي انت بتستخدمه هنا ازا كنت انت هتغير الاسم ده مسلا وعندك في في الفيلد اللي انت هتشتغل عليه او الكولم اللي انت تشتغل عليه اسمه 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 اي حاجة انت حور ما عندكش مشكلة. يبقى الاسم اللي انت هتستخدمه هنا هو هو نفس الاسم اللي انت هتستخدمه هنا. طيب هو انا كده اشتغلت اه خلاص الموضوع خلاص مفهوش ايه اكتر من كده. تعالوا كده نبص عليها ونقول. كل الفكرة هو انا عملت خلاص فبيقول لك استخدم والله معي زي ما انت شايف كده. وقدي بتاعتي زي ما انا قلتها لك بالظبط وزي ما انا استخدمها. ما عندكش لمشكلة. ما تنساش انك لازم تعملي ميجريشن ولازم تحطيلي في ميجريشن اللي اسمه السلاج. ده هو 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 نفس الفيلد اللي انت هتخزن فيه. تمام? يبقى احنا كده متفقين مع بعض. قال لك ان انت لو عايز يستخدم السلاجز دي يبقى جوة الروت كل اللي انت عليك انك تروح تعملها لي هنا. وعلى فكرة ده مش فانكشن من عنده. الفانكشن دي من الباكيج بس الفانكشن دي جاهزه اصلا لو انت رحت هنا على الروتنج هتلاقها موجودة على فكرة. تمام? فمعندكش ايه مشكلة فيها. خلاص. تمام كده. بس بيقول لك دلوقتي هو انا ينفع اعمل من اكتر من فيلد على بعضه. من فيلد مع بعض. يعني ايه? يعني انا دلوقتي عندي الارتكل بتاعتي دلوقتي كنت بعملها بالسلاج من الطايتل. هل ينفع ان انا عمل يكون فيه يعني اا تجنيع بين او من بعمل السلاج من او من تو او من تو كمبولنس او من تو كولامس اللي هم بس ان الطايتل والمسج ايه ينفع. كل اللي انت عليك بس انك تقول له ان انا هكاريت فرم ادي له فيها اسم الفيلدز بتاعك. تمام? وما انت ما عندكش ايه مشكلة ده. زي مثلا الفيرس واللس تنيم. ايه اللي هيحكمك في المسألة زي دي? اللي هيحكمك في المسألة زي دي هو انت عايز تظهر ايه في بتاعتك علشان فاهمت كده? فانا دلوقتي عندي جزء مقالات. يبقى انا محتاج ايه? وخلصنا على كده. عندي مثلا اه اه شركة ما? اسم شركة. تمام? احط له ايه? احط له اسم الشركة خلاص. ما هيفرق بقى معي تخصص بقى والكلام ده كله وارد. فالامر اللي هيحكمك هو طبيعة انت محتاج ايه بالزبط. تمام? فدي حاجة. اه بيقول لك ينفع انك تعمل دوبليكيت. اه ينفع تعمل دوبليكيت. اه ينفع تعمل دوبليكيت. يبقى بص لحز كده معي. الجزء اللي لحد هنا كده من اول الفوق لحد هنا ده البيزيكس. ده البيزيكس يعني ايه? يعني اللي انت الاستخدمته خلاص. انت كده طلعت وما عندكش فيها اي مشكلة من اي نوع كده. بقيت الحاجات اللي موجودة من اول هنا كده وانت نازل تحت عبارة عن اوبشنزة. ممكن تخدمك وممكن لأ. يعني ممكن تستخدمها. ممكن متروح لهاش اصلا. انت حر. بس انا بفاهبك المسألة هتمش معك ازاي? وايه اللي موجودة في الباكيج عشان تشتغل بها. طيب لو انا عملت كده لحتى الان لحد دلوقتي. وما حطتش اي اوبشن تاني او اي حاجة تانية خالص. هل الدنيا هتفرق معي او مش هتشتغل? لا. الدنيا هي هتشتغل معيك وهو هيقوم لك بقى بالقضية كلها. وفي نفس الوقت بقى ساعتها لما تيجي تروح مسلا على مش هتلاقي بقى حاجة اسمها او او ارتكيل ما عادش بقى خلاص دي خلاص. ليه? لان انا جيت هنا في الموديل وقلت له خلي بالك الموديل بتاعي بتاعي لازم ينفع اخليها بالاي دي ينفع تخليها بالاي دي ما عندكش ايوش كده. ماشي? تمام. تعالوا بينا نكمل بقية كده اللي موجودة. ادي كده الملطبل بتاعتك. ده بتاعة تمام? ينفع تحدد لنسة. اه بتقول لك اكتر من ايه? ما ينفعش يكون اكتر من خمسين كاراكتر مسلا او الكلان ده كله. عايز بقى اقول لك على حاجة كمان من ميزة فيه الباكش دي. بص كده ركز معي. انا في هنا عندي جدول اه. جدول ده انا عمل له ورد بحيث ان هو لما يدخل على مثلا تمام ما يبقاش يعني نفسها. يبقى ليها كده. الاسلاج ده انا كاتب اسم الشركة بالعربي. بص كده فرصة متاحة فرصة متاحة فرصة مكتملة حاجة كده. كنت عايز بس اتست بيها. فلو جيت بص كده فرصة متاحة بص هو هيترجمها لك اصلا لوحده ايه? فاهم متاحة واحد فرصة متاحة اي حاجة. بس هو عموما اقصد في الليلة دي من ميزة الباكش برضو ان هي بتدعم حتى لو انت كتبت مختلفة هو هيعرف يتعامل معها بكل سولة ما تلقش. هو انت مش محتاج ان انت مش ملزم باي حاجة خالص. تمام تعالوا بينا نكمل كده. فادي طول الاسلاج نفسه لو انت عايز تحكم فيه ما عندكش ايه مشكلة. بيقول لك يعني ايه? يعني دلوقتي عندي الاسلاج بالشكل ده. الاسلاج بالشكل ده هو بيعملولك بيبقى في داش. تمام? طيب انا بتاعي اختلف او انا وخطب سيرش انجين معين تاني وهو ما بيمشيش على الداش ده هو بيمشي على الاندرسكور. سيء مثلا. تمام? ينفع غيره ينفع تغيره. كل اللي انت عليك بس انك تقول له ينفع تقول له استخدام لي معينة اه ينفع تقول له وتدي له بتاع اللي انت بتشتغل عليه. ينفع تعمل اه ينفع تعمل ما تنساش ان الاسلاج اللي هنا دي ما هي الا كولان في داتابيس زي زي اي حاجة تانية. فانت ينفع تتعامل معاك انك بتعامل مع الايلك وانت عادي خالص انك الموديل بتاعك تجيب منه وتعمل منه بيساوي كزا تعمل في الاخر سيف. فدي اعتبر ده ما تنساش يعني هيقدر يتعامل معاها عادي خالص ومن غير اي مشكلة ما تنساش طبعا ان انت محتاج انك تحطه في في الفيلابول تمام? وغالبا الباكتج مش هتحتاج منك كده اصلا بس انا برضو مفكرك على الموضوع ده ازا حبيت ان انت تغيره وتعمل له انت كاسلم يعني هو ده ده بيقول لك الاسلاج بدعك دلوقتي ان انا لما اعمل لك هيبقى اسمه انا مش عايز ده انا عايز ان انا غيره ممكن تعمله كده الموديل ومعدكش اي مشكلة ينفع تعمل لما يكون الحالة بتاعتك كزا يعني ايه? يعني انا دلوقتي عندي بص كده انا دلوقتي عندي مثلا اهوات وفيها طيب مثلا اهو ادت طيب واحد وصفر فينفع ان انا اقول له لو كان الطيب بتاعك بواحد اعمل لي لو كان بصفر ما تعمليش خالص انا مش محتاج اللي في حاجة ينفع? اه ينفع تعمله ما عندكش اي مشكلة كل الفكرة انها كتقول له هو انا هعمل لك يعني ايه? يعني ما تعملوش لما يكون امتى ودي له في الاخر دي اللي هي بتاع الفانكشن بتاع زي هزا الفانكشن العادية ما عندكش اي مشكلة خالص بس بيسمها تمام? بقول له ايه? بقول له الفانكشن ده هيت لما يكون يعني ايه? يعني الفلد اللي اسمه لو كان بيساوي ما تعمليش اه ما تعمليش اه اسلاق اصلا يعني يبخلي لي اسلاق نمو خالص روما وضح خلاص على كده ماشي? تمام طيب ينفع ان انا اخلي ده هو ما يتعملوش مع اه اه اقول له او دونت اصلاق اون كريت ما تعمليش او دونت اصلاق اون ابدات لما تعمل ابدات لفيلد بتاعك او للموديل بتاعك ما تعمليش ابدات للاصلاق خالص سيب الاصلاق زي ما انت عليه ما عندكش اي مشكلة خلاص يبقى دي النقطة هيت ما عندكش اي مشكلة تانية تمام? اه اعتقد كده ما فيش اي حاجة تانية تعالوا بينا بس نكمل كده. قالك اه هنا يعني اه بيقول لك انك معناها بلاش عليها تمام? دي نفس الفكرة اللي فوق ما عندكش فيها اي مشكلة خالص. اه ينفع تعمل ينفع تعمل فيها هو اه دي بتاعها بيقول لك صراحة انا مش عارف دي ايه تمام ما خدتش وقت ولا اديت فيها يعني بس عموما اهي برضو عندك ممكن تجربها ما عندكش اي مشكلة بيقول لك الباكت جي دي بينفع تعمل لها مع الترانسلاتابل والترانسلاتابل ازا ما كنتش عارفها الترانسلاتابل اه فيه على القناع اه موجودة اصلا جزء خاص بالترانسلاتابل ده وينفع تستخدم الباكت جي دي ودي بتدعم انك اكتر من اللغة تمام? يعني ينفع تدعم ان انت يكون عندك مسلا لو انت المشروع بتاعك فيه انجليزي وفرنساوي مع بعض. فانت عايز تحط بتاع الارتكل ده مرة للاسلاج اللي هو الانجليزي هيبقى اسمه كزا ومرة للاسلاج الفرنساوي هيبقى اسمه كزا. بحيس ان لو مشروع الناس في فرنسا بتشتغل عليه يعرف يقرأ هناك. تمام? يعرف يقرأ ان كده المسادمين بتوعك هم فرنسيين وطلع له فعلا في العلوان الفرنسي وهكزا. فهي برضو بتعمل معها ما عندكش اي مشكلة وينفع تجربهم. تمام? ده ده اللي احنا قلناها لو انت فاكر تمام هو ده الموضوع عاوات مفغولش اي مشكلة خالص. وده ينفع تكاريته من اه من الاساس خالص من الصفر. انت ما عندكش اي مشكلة. بس الفكرة دي او دي سهلت عليك الدنيا اخدت منك التفاصيل كلها وثابت لك في الاخر الطريقة البيزيك خالص الاساسية اللي انت هتشتغل بها. غالبا في العادي الموضوع ما هوش صعب ابدا. الموضوع بسيط جدا هو ازا استخدمت الحاجة الاساسية بس هتطلع معاك احنا تيجي زي الفل ومعندكش اي مشكلة نهائي خالص. تمام? اتمنى الفيديو كنا عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات تاني.